ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومنورنا في الستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ ماهر زهدي اللي هنتكلم معاه عن كتابه إسماعيل ياسين سيرة درامباية الحقيقة أنه أستاذ ماهر معروف عن حرصه الشديد بتوثيق حياة الفنانين زي مثلا الفنانة زينات صدقي، سيد مكاوي، الفنانة شادية وغيرهم والنهاردة طبعا هنتكلم عن عملاق الكوميديا، تاريخ الكوميديا في مصر الأستاذ إسماعيل ياسين وكتابه إسماعيل ياسين سيرة درامباية أهلا بحضرتك أستاذ ماهر، أهلا بك وطبعا حضرتك اخترت شخصية يعني اتعلمنا نضحك أول ما شفناها يمكن يعني حضرتك اخترت شخصية الحقيقة قد إيه مهمة في عالم الكوميديا وقد إيه لليها شبيه ولا ليها مثيل ولا حد عارف يعمل زيها يعني شفنا كوميديانات كتير جدا الناس حاولوا يخطفوا منهم لمحة إفيه، طريقة، أسلوب إسماعيل ياسين ما ينفعش حد يبقى زيه حتى لما يجي حد يقدم شخصيته ما بيقدرش يوصل لشخصيته محدش عرف، محدش عرف للضحكة ولا الشكل ولا الطريقة ولا الكلام الحقيقة يعني أنا السؤال أكيد اللي حضرتك أكيد عارف أن أنا هسأله إيه المعلومات اللي طلعتها عن إسماعيل ياسين إحنا كجمهوره وأجيال كتير جدا نتربط على أفلام وما تعرفهاش أهو طبعا إسماعيل ياسين يعني حياة مليئة على عكس من الناس متخيلة يعني طبعا يعني إن حد بيطلع طول الوقت بيدحكك وأنت شايفه السعادة والبهجة دي حياة مليئة بالأحزان وبالدراما الإحائية والمعاناة والحفر في الصخرة علشان يقدر يوصل يعمل اسم إسماعيل ياسين بمعنى الحرفي يعني قصة بجد تدرس إن هو بيوصل بيطلع من قاع القاعة تحت لحد ما بيوصل لقمة الهرم وفي سنين قليلة طبعا مليئة بالمعاناة وبالمحاولات الجادة إن هو يزبط نفسه ويقول إن هو موجود يعني جنب الكبار اللي كانوا موجودين في الوقت ده طبعا طبعا ودل شدك علشان إسماعيل ياسين تكتب عنه أو دي أكتر حاجة شدت حضرتك كتير بقى يعني هو تاريخه إزاي إن حد هو طبعا ما كانش كمل تعليمه ما دخلش مدارس عالية في الوقت ده لكن قدر يوصل للي هو عايزه يحقق طموحه بقوة غير عادية إن هو يوصل لقمة الهرم وإن كل اللي موجودين على الساحة الكبار يعملوا له حساب ويبقوا يعني وجوده بينهم هو المنور قوي حتى في النجوم الكبار هو الفنان الوحيد تقريبا أو النجم الوحيد اللي تعملت أفلام باسمه باسمه بالزبط بس يعني لأبسط نجاح على أبسط مسال على نجاحه الشديد جدا وأغلى أجر وأغلى حقيقي كان أغلى أجر طبعا يعني المنتج الممكن يحط له العقد على بيض يقول له اكتب اللي أنت عايزه وليلة مراد أنا كنت بسمع أنها كانت أغلى أجر بارد بالزبط ليلة مراد يعني كان ليلة مراد وإسماعيل ياسين أكتر نجوم ويمكن إسماعيل فاق كمان ليلة مراد في وقت من الأوقات فاقها لأن إسماعيل ياسين وصل به الأمر أنه هو في بعض السنين من تقريبا من 53 ل 56 كان بيعمل تقريبا 22 فيلم في السنة يعني بمعدل فيلمين في الشهر فده كان يعني وكان بيهرب من المنتجين كمان علشان مش عايز يعني إنه ما كانش بينام ما كانش بينام تقريبا الله يرحم بيخرج من بلاتوة خش بلاتوة تاني ع طول الوقت ليلة مراد وإسماعيل ياسين يمكن هم النجمين الوحيدين اللي اتعملوهم أفلام باسمهم وزي ما حضرتك ذكرت دلوقتي كانوا أغلى أجر بالزبط بس إسماعيل ياسين يفرق إن ليلة مراد كانت ممكن تبقى يعني بتطلع باسمي تاني في الفيلم أو اسمي ليلة بس إسماعيل ياسين كان ممكن بيطلع باسمه باسمي تاني بس الفيلم بيبقى باسم إسماعيل ياسين ليلة مراد كانت هي بطلة الفيلم أحيانا إسماعيل ياسين ودي مفرقة غريبة جدا إنه ما كانش هو بيبقى بطل الفيلم واسم الفيلم به يعني بتلاقي مثلا في التتر شادية كمال الشناوي إسماعيل ياسين تالت اسم واسم الفيلم مجامرات إسماعيل ياسين فيعني إنه هو الإسم التالت والفيلم باسمه الموزع بيبيع باسم إسماعيل ياسين مش بيبيع باسم شادية ولا كمال الشناوي اللي هم البطلين بتوع الفيلم فدي كانت مفرقة ما حصلتش ومش هتحصل اشتركوا في القناة